موسيقى صديقي مجاهد لقصادرناس طبعا أولا أهلا بحضرتك في حلقة جديدة من البرنامج ثانيا الحقيقة يعني زي ما ذكرنا من قبل أنه صعب جدا أن دولة تكون موجودة في وسط هذا العالم في هذا العصر دون التعاون مع دول أخرى خاصة دولة بحجم مصر وبإمكانيات مصر وبموقع مصر الجغرافي ولينا الحقيقة علاقات دولية كبيرة جدا جدا في عدد كبير من المجالات مع الولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاصة بما أنها طبعا من أكبر اقتصادات العالم فحول هذه العلاقة بالأخص في مجال الطاقة هيكون حوارنا النهاردة صديقي المشاهد هنتلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا النهاردة ونرجع نبدأ الحوار موسيقى تحافظ مصر على التوازن في علاقاتها الدولية لتحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة الأمر الذي يعمق العلاقات المصرية الأمريكية حيث تشهد العلاقات أوجه تعاون كبير والعلى أهمها في مجال الطاقة حيث حققت البلدين مسير التعاون في مجال الطاقة شهدت تطورا كبيرا خلال سنوات الأخيرة بما أسهم في إحراز نجاحات عديدة في هذا الصدق كما تتخذ مصر خطوط لدعم استخدام الوقود النظيف من خلال العمل على عدد من المحاول ومنها التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي صديق للبيئة والإعداد الاستراتيجية وطنية للهايدروجين كوقود نظيف من الجدير بالذكر أن مصر قد حققت في قطاع اتشاف وتصدير الغاز نقلة نوعية وأخاصة على مستوى مشروعات دول منتدى غاز شرق المتوسط لنقل الغاز إلى أوروبا تمام رجعنا لكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين شفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة الحقيقة يعني النهاردة منورانا ومشرفانا مرة أخرى في ستوديو الاقتصاد والناس أستاذتنا لأستاذة الدكتورة وفاء علي المحلل الاقتصادي وخبير أسواق النفط والطاقة أهلا بحيك يا دكتورة أهلا وسهلا يا أسر محمد وبأسرة البرنامج كلها وبشكركم على الصدافة الكريمة وبسوطا أنا مع حضرتك يا فاند منورانا يا فاند وأسفين عطلنا حضرتك النهاردة شوء طيب نبدأ بموضوع الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتها في مصر فيما يتعلق بملف الطاقة على الأخص طبعا إحنا لدينا يعني علاقات طويلة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات كتير الحقيقة ولكن في مجال الطاقة بالذات هل حصل تغير في الأوانة الأخيرة خاصة بعد طبعا الاكتشافات اللي حصلت في مصر اسمحني في البداية يا سيد محمد أقول أن مصر اليوم ليست هي مصر الأمس طبعا ولكن مصر ما زالت تواصل نجحتها في إدارة ملفاتها الاقتصادية بفضل الحقيقة الأداء المؤسسي الناجح والدعم الرئاسي المتواصل خصوصا في هذا الملف لأن السيد الرئيس طبعا يستشرق لمصر ما كان هي تستحقها بالفعل بعد تحولها من دولة مستهلكة إلى دولة مصدرة للطاقة الحقيقة العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات ممتدة وليها جزور في الملف المصري خصوصا في ملف الطاقة والحقيقة هي الشركات الأمريكية كانت تعمل في مصر منذ بعد طويل من زمان قوي يعني هي شركوات شركات من الخمسينات بتعمل في مصر وإنما إحنا بنتحدث على الرابط القوي للطاقة بعد الاكتشافات الغازية الحقيقة ابتدت بحضور وزير الطاقة الأمريكي السابق ريك بيري لمنتدى غاز شرق المتوسط في عام سبتمبر عام 2019 والحقيقة كان حريص على تصريح عن إدراج الحوار الطاقة إلى الحوار الاستراتيجي بين ملف الطاقة على الحوار الاستراتيجي بين مصر والوليات المتحدة الأمريكية وقال تصريح مهم أن مصر استطاع التحويل الصراع في المنطقة إلى هدف مشترك ومصير مشترك والحقيقة ده كان تساؤل عالمي هل الصروة المكتشفة وسيلة لقدمت السلام أم هي وسيلة لتأييج الصراعات الحياة استطاع رئيس السيس الحقيقة في كثير من مؤتمرات الشباب والتصرحات أنه يدعو دول العالم ويدعو دول المرتبطة على محيط شرق المتوسط وعلى الصروة المكتشفة أن تحول الصراع إلى خدمة للسلام وخدمة لشعوب المنطقة هي كانت هتمدأ صراع فعلا في ذلك الوقت طبعا الحقيقة لكن هو دور مصر الإقليمي والمحوري في الموضوع حول هذا الصراع الحقيقة إلى وسيلة لخدمة السلام فعلا وخدمة الشعوب الموجودة في المنطقة الحقيقة في ملف الولايات المتحدة الأمريكية طبعا تدرجت العلاقات ويمكن كان حنقول على خلفية مؤتمر جلاسكو للمناخ كان فيه مقابلة مع وزيرة الطاقة الأمريكية وسيد وزير البترول المصري الحقيقة لمناقشة عدة ملفات الأول أطر التعاون في منتدى غاز شرق المتوسط باعتبار أن الولايات المتحدة إن شاء الله هتحضر الاجتماع سيقد في بداية عام 21 الاجتماع لمنتدى غاز شرق المتوسط باعتبارها عينت كمراقب لمنتدى غاز شرق المتوسط الحقيقة فيه برضو ملفه مهم جدا وهو المبادرة الأمريكية اللي تبناها الرئيس بايدن وهي صفر انبعاثات كربونية هو طبعا بمشاركة مصرية ومصر رحبت أنها تشارك في هذه المبادرة لأن طبعا دولة صباقة مصر دولة صباقة الحقيقة في الوصول إلى تقليل ظاهرة الاحتباس الحلاري وانعدام الانبعاثات الكربونية وعدم تلوث الهواء دي منهجية خدتها الحكومة الحياة المصرية ده على الرغم أن مصر تعتبر دولة نامية ما زالت دولة نامية بعض الدول نامية عندها اعتراضات كثيرة جدا على لأنه لسه ما عندهاش القدرة طبعا لأنه لو دخلنا في ملف الاحتباس الحراري والتلوث والانبعاثات الكربونية حلاء الدول الصناعية الكبرى مش إحنا هم هي المسؤول عنه صحيح صحيح ويمكن السيد الرئيس في كلمته في قيمة المناقب جلاسهو كان بيناشد الدول الكبيرة دي أنه نحن هي تدعم تموليا وفنيا صحيح الحقيقة الملف التاني اللي كانت حريصة جدا وزيرة الطاقة الأمريكية فيه مقابلتها على هامش قمة المناخ الحقيقة اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز اللي شكلتها وزارة البترول على هامش أو فعاليات منتدغ الشرق المتواصل هذه اللجنة الولايات المتحدة بتشارك فيها بلجنتها الفنية بالإضافة إلى كبريات الشركات العالمية ومنها الشركات الأمريكية الحاجة اللي بعد كده طبعا حضرتك فيه نقطة مهمة جدا وهي طبعا هذه المبادرة تحتاج إلى تمويل مبادرة الرئيس بايدن لتحويل العالم بلا إمبعاثات كربونية قال إن إحنا لازم تتضافر كل الجهود علشان يتم التمويل الفني والدعم الفني والمالي للدول للتحول إلى الطاقة الجديدة تاركة الطاقة التقليدية ونرجو طبعا إن فعلا أجندة قمة المناخ تفعل وإن فعلا السنة دي يتم تمويلها كما طلب السيد الرئيس في كلمته بمئة مليار دولار على مستوى العالم لتعويض الدول وأيضا وعمل استراتيجيات لمقاومة الاحتباس الحراري الحالة إنه أصبح بيدر العالم فعلا طبعا طبعا هل التمويل المزمع أو المفروض يتكون هيكون من الدول الصناعية الكبرى تجاه الدول النمية أكيد طبعا يا فاند أكيد لأن هي السبب في هذا الضرر وعايز أقول لحضرتك إن غلاء أسعار الغاز على مستوى العالم حاليا خلى بعض الدول الصناعية زي الصين تلجأ تاني إلى الوقود الأحفوري وتلجأ إلى استخدام الفحم فإحنا بنقود لورا يعني مش بنتقدم لقدام النقطة المهمة كمان اللي تم منقشتها فاندم في هذا الاجتماع السنائي بين وزير البترول المصري ووزيرة الطاقة الأمريكية الحقيقة إن مصر طبعا وضعت استراتيجية وطنية للهيدروجين الأغضر فكان طبعا الولايات المتحدة بتستعرض مع الوزير هذه الأجندة الوطنية اللي وضعتها مصر وتعلم حضرتك أن مصر طبعا تعمل على تنويع مصادر الطاقة ووضعت في أجندتها إن شاء الله عشرين خمسة وثلاثين أن يكون لديها اتنين واربعين في المية من الطاقة المتجددة يمثل من إجمال الطاقة ده متنوع بقى ما بين طاقة شمسية أو طبعا طاقة رياح وطاقة شمسية وهيدروجين فانضم بقى الهيدروجين إلى أسرة الطاقة المتجددة بناء على هذه الاستراتيجية الوطنية وفي سندات نزلت في البورصة العالمية لتمويل تلك المشروعات طبعا سندات الخضراء اللي احنا طراحناها بسبعمية وخمسين مليار دولار ويمكن إن شاء الله فيه طرح تاني خلال الفترة اللي جاية حضرتك الهيدروجين الأخدر كعضو جديد لحق بزملاء من طاقة الرياح وطاقة الشمسية الحقيقة لأنه طبعا هو عالي القيمة الاقتصادية وبدون أي ملاوسات يعني الحقيقة هو من النحية الاقتصادية رسول محمد هو واعد جدا عالميا لو احنا جينا نفسره هنلاقي ان احنا عندنا الطلب العالمي حاليا من ستين لسبعين مليون طن سنويا خلال العوامل القادمة ان شاء الله من عام خمسة وعشرين ان شاء الله لعام تلاتين عندنا الطلب العالمي مدرج ان هو يزيد الى تلتمية وستين مليون طن سنويا اكتر من الدبل طبعا هذا يمثل استثمارات تقدر بتلتمية مليار دولار يمثل فرص عمل على مستوى العالم في هذه الصناعة حوالي 400 الف فرصة عمل فده سوق واعد لنا احنا ندخل فيه من بدري طبعا ومصر لديها كل الامكانيات ويمكن فيه تصريح فيه مقابلة السيد رئيس مع رئيس الشركة سامنز الالمانية كريستان بروخ قال ان مصر لديها كل الاسباب اولا طبعا حضرتك عندك بنية تحتية سليمة لان طبعا مصر سعدت نفسها باستقرارها السياسي وبنيتها التحتية السليمة وبنيتها التشرعية وايضا الحقيقة انتقالك من مرحلة المعاناة والظلامة الدامس الى ان يكون لديك فائد من الطاقة هو امر ليس بالسهل على الاطلاق وانما ده نتيجة جهد متواصل وجهزية مصرية وتحت جهزية مصرية دي يا سيد محمد لازم نحط مية خط تحتها لان الجهزية المصرية دي خلتك تقدر انك انت تشتغل على كل المحاور مش بس انك انت بتولي الطاقة او بتنقل طاقة او بتسد احتياجاتك المحلية لا انت بدأت تسعى انك انت بتصدرها الربط الكهربائي مع دول الجوار التكتلات الاقتصادية التي لم تعرفها مصر من قبل بدأت مصر تعمل تكتلات استراتيجية اقتصادية سواء في محور القبرص او اليونام او المشرق العربي بالتوصيل الكهربائي مع الشقيقة اللبنان او الاردن او العراق وده عمق استراتيجي عربي جديد وعشان حضرتك سألت سؤال الحقيقة مهم جدا في بداية الحلقة وبتقولي العلاقات المصرية الامريكية لماذا تطورت العلاقات الى هذا اولا القيادة السياسية صاحبت ارادة منفردة بمعنى ان مصر اصبحت قيادة مستقلة ليست غربا ولا شرقا انما هي لان ما كانش الوضع صابقا احنا كنا معتمدين على غرب بشكل اساسي لا يا فندم وعشان كده عايزين نقول للجيل الجديد ان الجمهورية الجديدة ليست رند انما هو حقيقة وواقع كويس بفضل اولا حضرتك شايف يعني الدبلوماسية الرئاسية اللي بيتبنها السيد الرئيس بتمثل زخم سياسي وحراق فعال جدا سواء على المستوى الاقليمي او على المستوى الدولي ولذلك اصبحت مصر محطة انظار العالم الطرف الامريكي بينظر الى الجانب الاخر مش احنا بس اللي عندنا غاز روسيا لديها خط غاز بروم وتستعد لتشغيل غاز نورد ستريم تو وعايزة توصل لاوروبا طبعا احتياجات اوروبا من الغاز سنويا ربعمائة وسبعين مليار قدم مكعب ما عليش يا فني هل الغاز بيعتبر طاقة نظيفة ولا مازال برضو تحت طائلة الغاز الاحفوري لا هو الغاز الطبيعي يعتبر مرحلة متقدمة طبعا بتبعد عن الوقود الاحفوري سواء النفط او الفحم او 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 نسبة التلوث فيه موجودة ولكن بالقدر طبعا بتاعت الوقود الاحفوري هذا ممكن يكون خطوة انتقالية طبعا ما بين الاحفوري وما بين التقلات الجديدة ويمكن احنا كمان مش بس كده حضرتك احنا يمكن في مصر كمان احنا بنفكر يعني احنا غيرنا طريقة تفكيرنا اصبحنا بننظر الاهداف البعيدة قبل القريبة وخلينا ان تفكيرنا بيتسم على المدى البعيد كويس وعشان كده بدأنا نحط الاستراتيجية الوطنية سواء للغاز سواء للتوصيل الكهرباء او المد الكهربائي الى دول الجوار وكذلك استراتيجية الوطنية للهيدروجين الاغدر لان حضرتك ده صاحب موجة تانية الهيدروجين الاغدر ولو طربنا مثال ويه بالزبط حضرتك هو بينتج عن تحليل الكهربائي لفصل الهيدروجين عن الهيدروجين بالفصل الكهربائي للمياه بدون اي نواتج سنوية الH2O يعني بيفسل الأكسوجين عن الهيدروجين ويستخدم الهيدروجين حضرتك ما فيش نواتج سنوية هو وعد اقتصاديا ثانيا عنده مزايا أخرى وهو سهولة نقله مرمته إنك تحوله للصناعة عندك المتجدد 100% لو إحنا دينا مثال عشان نتقرب للسادة المشاهدين لو إحنا محطاتنا العملاقة اللي بتشتغل حاليا طبعا إحنا كنا بنشغالها بالوقود زمان بالوقود الأحفوري بدأنا نشغالها بالغاز الطبيعي هل أنتقل إلى الهيدروجين الأغضر إن شاء الله في المرحلة القادمة فلاقي المحطات العملاقة هتعمل لك توفير سنوي مليار دولار طبعا لأنه التكلفة أقل كتير بمية طبعا وما فيش أي طبعا نواتج سنوية للتلوث فإذا مصر إخدت المبادرة في الموضوع الحقيقة أيضا من الملفات اللي تم بحثها بين الجانب المصري والأمريكي الحقيقة أن برضو أن أمريكا مهتمة عايزة تعرف مصر بالدين مخزوناتها إزاي لأن مصر الحقيقة حطت استراتيجية لتأمين إمدادات الطلب حطت استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة حطت ضمان للاستدامة وإدارة الطلب وأيضا عملت على حوكمة القطاع والبحث الدائم عن القيمة المضافة وإذا تكلبنا عن البحث الدائم عن القيمة المضافة لازم نشوف أن الاستراتيجية الحقيقة اللي وضعتها الدولة أصلا ليس كافيا أن يكون لديك غاز أو تكون مكتفي ذاتيا أو حددك تصدر وإنما تبحث عن القيمة المضافة لهذا الغاز المستخرج وإحنا الغاز بتاعنا الحقيقة هو ذات جدوى اقتصادية كمان يعني إحنا قابل للاستخراج وذات جدوى اقتصادية طبعا بدأت مصر الدشن استراتيجية كبيرة جدا بتسعتاشر مليار دولار لصناعة البترو كمويات بمجمع البحر الأحمر باستثمارات تقدر بسبعة ونصف مليار دولار علشان تنتج لك سنويا 2.2 مليون تن من البترو كمويات وعندك 850 مليون تن من المنتجات المصاحبة الأخرى في عندنا أيضا مجمع العالمين الكبير اللي كل الظاهير الصحراوي اللي موجود حواليه بيخدم علشان المنطقة دي لأنها منطقة واعيدة كمان علشان تداول الطاقة يعني كتعزيز لدورنا كمركز إقليمي للطاقة مجمع العالمين إن شاء الله بتكلفة تصل إلى 10.5 مليار دولار عشان يخرج لنا برضو في السنة حوالي 2 مليون تن من البترو كمويات و 650 مليون تن من المنتجات الأخرى عندنا مجمع مسترد العملاق اللي افتتحه السيد الرئيس في شهر الأكتوبر من العام المنصرم بطاقة تصل 4.7 مليون تن سنويا وتحويل المزود إلى منتجات أخرى عليها الجودة يعني انت حضاك بتاخد المزود بتحوله إلى منتجات وسطة عليها الجودة هذا المشروع كمان اللي بيغطي حوالي 15% من احتاجاتنا بيساهم أيضا في تحسين البيئة يعني اللي احنا بنتكلم فيه النقطة بتاعة قمة المناخ تحسين البيئة المصرية لأن الدولة انتهجت نهج الحقيقة هو نحية عليه كل القائمين عليها وهي نهج الطب الوقائي قبل العلاج لما تحافظ على البيئة حضرت بتحافظ على صحة المواطر المصري فانت بتنتهي بتستبق الحدث صحيح الحقيقة وده توفير في حد ذات تحسو من جهة اخرى خاصة بس بعيدة الاجل زي معي بالإضافة إلى مجمع طبعا أسيط لتكرير البتروكيمويات برضو عندنا حضرتك يعني مشروعات كثيرة ان شاء الله سيتم تتشينها في الوقت القادم وعندنا أيضا كل المستخرج من المعمل مدور للتكرير هل دي استثمارات أجنبية ولا دي استثمارات مصرية ولا في شركات لا في شركات يا فانتن في شركات أولا الدولة رصدت الدولة المصرية كانت رصدت من استثمارات من 2014 إلى 2020 تقدر بالسعة 118 مليار جنيه لهذه الصناعة كويسا ثم من 20 إلى 35 مليار جنيه لهذه الصناعة حضرتك عملت طفرة ببوابة مصر الاستراتيجية ازاي حضرتك بوابة مصر الاستراتيجية للبحث والاستكشاف اللي طرحت عليها أول مزايدتين على 200 في فبراير الماضي تمام على 24 منطقة في البحر المتوسط شرقا وغربا وخليج السويس وايضا في المناطق الصحراء الغربية تمام اللي الحمد لله تنمية الحقول يعني عايزة أقول حضرتك احنا السنة دي عندنا 67 كشف يا سيد محمد اتنين واربعين بترولي كواس وخمستاشر غازي سؤال يا فاند بما ان العالم كله بعد بالذات مؤتمر المناخ بيتجه الى الحد من استخدام الطاقة الاحفورية المنتجة وفي دول كتير جدا دول جوار كتير جدا اعتمادها يمكن اكتر من 90% من اقتصادها قائم على البترول الاحفوري هل يمكن استخداله بشكل اخر غير مدر للبيئة بالنسبة لمصر ولا هيطلع ويصدر خام لا يا فاند بما احنا عندنا المعامل شركات يعني حضرتك المجمعات البترول كمويات بتشتغل ايضا زي ما بتعالج الغاز وتطوره الى منتجات اخرى احنا عندنا ايضا معامل تكرير بتشتغل على خامل نفط او خامل بترول بتطلع لنا منه منتجات برضو خفيفة ومنتجات تقيلة يعني المستقبل ماشي في سكة انه يعاد استخدامه في شكل اخر غير الطاقة والشاهد على كده يعني مش منتدق الشرق المتوسط بس حضرتك بتستعيد فعلا او استعديت ان تكون مركزا لتدور الطاقة واحنا فعلا بنقوم بالدور ده لو جيت استعرضت زيارة السيد الرئيس في الميناء الاسكندرية لجونة البترول هتلاقي جونة البترول في اسكندرية فاندم رفعنا الطاقة الاستعابية من 7 مليون طن الى 12 مليون طن تم عمل هامات وروافع وفنادل لرفع الخطوط عاليا فحضرتك تستغل الارصفة في تداول 18 منتج بترولي جدا بقى على سؤال سيادتك وده يؤدي الى قيمة مضافة لدل من صدر خان طبعا ومش بس كده حضرتك فضيت الارصفة عشان تشتغل 24 ساعة في حالة التراقي يعني انت حضرتك يعني الساعة التخزينية زودتها وكمان استعابك للمنتجات علشان تبتدي تصدرها الحقيقة احنا سيد محمد صدرنا 71 شحنة من الغاز المسائل هذا العام وطفرة ويمكن فيه تقرير صدر من منظمة القوابك بيقول ان مصر بيشكرها على انها رغم كل الصعوبات لانك بتحارب العالم كله سيد محمد بيحارب عدو غير مرئي وهو كورونا اتى على اقتصادات العالم مع البشر صحيح ولا ومفيش معاد اعلان الانتصار امتى سواء الانتصاد او البشر ومع ذلك مصر الحقيقة لم يكن عندها تعارض في المصارات مصار المحافظة على الارواح ومصار ده في عجلة الانتاج فما يحدث الحقيقة هو جهد عظيم جدا وجهد متواصل خصوصا في هذا القطاع وبعض القطاعات الاقتصادية الاخرى تمام يعني عايزة ارجع برضو مع حضرتك يمكن لملف العلاقات المصرية الامريكية الحقيقة امريكا برضو بتبص على مصر انها بتبني قدرات بشرية ويمكن السيد الرئيس صرح فيه برضو هو بتابع مشروعات ميناء اسكندرية قال ان احنا عندنا الانسان المصري مشروع احنا بنعمل عليه وفعلا احنا في هذا القطاع تحديدا بيتم زي ما انا بهتم بادارة المخزون باهتم بادارة القدرات البشرية وهو القطاع ده الحقيقة من الاول بيصدر ليه ممكن الدور العربية كلها الكفاءات البشرية بالضبط ولكن محتاجة هل بتغيير التكنولوجيا ودخول العالم كله في محاولة ايجاد طاقة نظيفة هل احنا محتاجين نعيد تأهيل وتدريب طاقتنا البشرية لتتماشى مع العصر الجديد الحقيقة هو بيحصل فعلا ومش بس كده كل الشركات اللي بتدخل مصر عشان تستشمر زي شركة سمنت او غيره عملت مراكز للتدريب يعني قبل ما بتدخل مشاركة مجتمعية شاركة معانا في معالجة فيروس سي وغيره وازمة كورونا وايضا شاركة بتدريب العمالة المصرية يعني في مركز موجود في محور قناة السويس الحقيقة للشغل على قطاع الطاقة كل بيخرج وده بالشراكة ما بين الحكومة المصرية وما بين الحكومة الألمانية الحقيقة الحكومة نفسها اه بيننا وبين الحكومة الألمانية لان ده اتفاقا بالحقيقة في 2015 اتفاق تاريخي وانت بتخرج دفعات الحقيقة ويعني يمكن كان العدد اللي حيخرج 5500 يمكن كورونا قللت العدد شوية لكن الحقيقة احنا متواصلين في هذا الملف وحرصين كل الحرص ان يكون هناك تأهيل لان القطاع يعمل على الحداثة اه بالزبط اه قطاع الطاقة بالزبط مصر كمان عشان يعني القدرات البشرية لقطاع الطاقة سيد محمد مصر انتهجت نهج النظرية الشاملة للطاقة يعني ايه بمعنى ان انا عملت النفسي زي ما تدرك طاقي برضو يعني ايه يعني هيئة الطاقة الدولية طبعا بتتابع شغل العالم كله فالحقيقة مصر في هذا الملف انتهجت نهج محترم جدا حطت لنفسها خط سير من اه الفين خمسة وثلاثين زي ما قلت لحضرتك ليه اه من عشرين لخمسة وثلاثين هيبقى عندنا اتنين واربعين في المية من اجمال الطاقة متجددة متجدد تمام ثم ننتقل الى عام اربعين تدريدي لنصل الى عام الفين واحد وستين هيكون عندنا سبعة وستين في المية من اجمال الطاقة طاقة متجددة ايه ايه وده تصديقا لكلمة السيد الرئيس في مؤتمر المناخ عندما لما اتكلم وقال ان مصر بتفكر لحد سنة مية كويس اوه خمسين ومية تمام احنا خططنا الحمد لله ان يكون لدينا عام الفين واحد وستين سبعة وستين في المية من اجمال الطاقة طاقة متجددة وعندنا القدرة على ده ايه عندنا البنية الاساسية والقدرة وحقول لحضرتك عندنا عندنا محمد حاجتين مهمين جدا اولا وده تقرير وده تقرير يعني فيتش الاشبوع الماضي اللي بيتحدث فيه عن مستقبل الطاقة في مصر خلال عشر سنوات القادمة كويس هذا التقرير بيعكس خارطة طريق مصر فعلا ان هي حطت خطة لنفسها واضحة المعالم بمعنى انها مش بتخطط للزمن الراهن وانما للسنوات القادمة طبعا انت بتحافظ على سروات طبعا الحقيقة حضرتك تحظى بميزة تفاضلية يعني الميزة التفاضلية دي الحقيقة انك تقدر قدرتك على التصنيع المحلي في جميع مراحل سلسلة القيمة لمصادر الطاقة المتجددة وانا عايز اقولها تاني الحقيقة ليه فاندم لان انت مش هتقف في اي مرحلة عشان تستنى الاستراد عشان تشغل صناعة احنا كنا عندنا الحرص الدائم ماخدناش بنظرية المشاهدة في الحياة وانما بحسنا اننا نكون احنا كمان قيمة مضافة وشغلنا في الطاقة يكون قيمة مضافة بدليل ان طبعا النحك الى الاتجاه الى التصنيع المحلي في هذا المجال تحديدا مش هيوقفك في كل مراحل القيمة في كل مراحل سلسلة القيمة حضرتك عندك تصنيع محلي لمصادر الطاقة فهتفضل منوالك على طول شغال الحاجة التانية حضرتك عنتك طبعا انت بتبحث عن اقتصاد مستدام سواء في استراتيجية الكهرباء او الغاز او الهيدروجين او اي استراتيجية بتتعلق بالطاقة الحاجة التانية لديك الظروف التمكينية الظروف التمكينية دي استاذ محمد بمعنى ان انت عندك كل الظروف اللي تمكنك من هذه الصناعات للطاقة المتجددة لتطوير بتضافر الجهود لاجهزة الدولة ومشاركة القطاع الخاص هاي هاي ده الجديد احنا لأسف وقتنا انتهى دكتور وفاق ولكن يعني للحوار باقية لانه لسه واضح ان الحوار مخلص ملف التطاقة لا ينتهي لا لا ينتهي الحقيقة بس متجدد انا عايزة بس يعني اختم مع حضرتك بحاجة ان احنا لازم نقول احنا لو لا الجاهزية المصرية ولولا الايدي العاملة المصرية والالات والمعدات المصرية والجهد المتواصل في هذا الملف ما كنا وصلنا الى ما وصلنا فيه وليس مستغربا ان تسعى اليك الولايات المتحدة او غيرها عشان تدخل معك في شراكة استراتيجية حضرتك اصبحت يعني رقم مهم في معادلة الطاقة الدولية اصبح عندك البعد الاستراتيجي الشامل او القوة الشاملة الضاربة ليس اقتصاديا فقط وانما عندك الطاقة وعندك كل الابعاد الاخرى فالحيه احنا بنحيل جهود دي وبنتمنى ان شاء الله ان انا قابل حضرتين عشان نستكمل الحوار ياريت ياريت يعني للأسف احنا وقتنا انتهى الوقت دا زي ما حضرتكم عارفين ولكن يعني طبعا الحوار مع استادتنا طبعا استادة دكتورة وفاء علي المحل الاقتصادي وخبير اسواق النفط والطاقة وملف الطاقة في حد ذات نفسه ملف من اهم الملفات ودي من اهم الشراكات اللي هتاخد مصر من مرحلة اشكرا الحياة شكر جزيل للغاية نشكرك صديقي المشاهد وان شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس